ما نراه الآن يثبت أن ما من قوة عسكرية يمكنها تغيير مجرى الأحداث في أفغانستان المعروفة بأنها مقبرة الغزاء هكذا تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انهيار الوضع في أفغانستان بأسرع مما كان متوقعاً وإعلان حركة طالبان انتصارها والعودة للحكم بعد عقدين من الحرب بايدن المعترف بالهزيمة قال إن مهمة واشنطن في أفغانستان لم تكن بناء الدولة وما حدث لم يكن متوقعاً مبيناً أنه لن يكرر أخطاء الماضي بالبقاء والقتال في صراع ليس في مصلحة الولايات المتحدة طالبان ومنذ البداية طمأنت موظفي الدولة معلنة عفواً عاماً عنهم وبعثت برسائل تطمين أخرى إلى الشرق والغرب حول سياساتها الجريدة والتعامل مع ملفات الداخل والخارج بشكل مختلف عن ذي قبل صحيفة أمريكان كونسيرفاتيف وصفت انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان بالكارثي وأنه يشهد على الفشل الفكري والأخلاقي للنخبة الأمريكية ورأت الصحيفة أن نتيجة سياسة واشنطن المهتمة أكثر بشن حروب ثقافية كانت هيمنة إيران على العراق وسوريا فيما عادت طالبان مرة أخرى إلى الحكم في أفغانستان مسؤول من حركة طالبان أعلن أن أعضاء الحركة سيشاركون في حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقين لضمان شعورهم بالأمان مؤكدا أن قادة الحركة الأفغانية سيظهرون أنفسهم للعالم على النقيض مما كان الحال عليه قبل عشرين عاما فيما أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أنها التقت كبار قادة حركة طالبان في قطر وأكدت لطالبان أن حماية المدنيين والشركاء في أفغانستان تمثل أولوية قصوى بينما أكد قائد القوات المسلحة البريطانية نيك كارتر أن بلاده تتعاون مع طالبان ميدانيا لتوفير الأمن في أفغانستان هيئة علماء المسلمين في العراق قالت إن انتصار المقاومة الأفغانية وتحرير العاصمة كابل دليل جديد على أن المبادئ هي التي تنتصر وأن الهزيمة الأمريكية في أفغانستان تعيد إلى الأذهان صورا لا تخفى لانهزامات أمريكية سابقة محذرة من محاولات توصيف ما جرى على أنه قد يحيي آمال من تدعى بأنها فصائل متطرفة وهو ما يبطله واقع طالبان وسيرتها الجهادية